أقوى عشر جيوش في الشرق الأوسط لسنة عشرين اثنان وعشرين أتى في المرتبة الأولى الجيش المصري يحتل الجيش المصري الصدارة في قائمة أقوى جيوش الشرق الأوسط كما يأتي في المرتبة الثاني عشر عالميا حيث يعتبر الجيش المصري من أقدم أكبر القوات المسلحة في الشرق الأوسط حيث يتلقى مساعدات مالية كبيرة من الولايات المتحدة ولديه خامس أكبر أسطول دبابات في العالم بحيث لديه أكثر من ألف دبابة وكثير منها مخزن ولم يتم استخدامه مطلقا كما يمتلك مصر أيضا قوات طائرات كبيرة نسبيا المرتبة الثانية الجيش التركي القوات المسلحة التركية هي واحدة من أكبر القوات المسلحة في شرق البحر الأبيض المتوسط على الرغم من عدم وجود حاملات طائرات إلا أن خمس دول فقط في القائمة لديها غواصات أكثر من تركيا بالإضافة إلى ذلك لديها أسطول دبابات كبير بشكل مثير للإعجاب بالإضافة إلى العديد من الطائرات والمروحيات الهجومية في المرتبة الثالثة الجيش الإيراني القوات المسلحة الإيرانية هي القوات النظامية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تتألف هذه القوات من الجيش والحرس الثوري وقوة إنفاذ القانون وتعتبر القوات المسلحة الإيرانية من الناحية العددية للقوات النشطة هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط في المرتبة الرابعة الجيش السعودي القوات المسلحة الملكية السعودية منذ نشأتها في 15 يناير سنة 1902 لعبت دورا حماسيا في مد نفوذ الدولة وحدودها ولأكثر من مرة ما بين ساحل الخليج العربي شرقا إلى ساحل البحر الأحمر خامسا الجيش العراقي الجيش العراقي أو القوات البرية هي أهم أكبر تشكيلات القوات المسلحة العراقية وقد تشكلت في عام 1921 وكان أول فوج هو فوج الإمام موسى الكاظم وشاركت القوات البرية في حرب 1941 وحرب فلسطين 1948 والعديد من الحروب الأخرى التي لعبت فيها دورا هاما وحماسيا سادسا الجيش الإماراتي القوات المسلحة العربية الإماراتية هو الاسم الرسمي للجيش الإماراتي الذي يبلغ تعداده 100 ألف ضابط وجندي إماراتي تقع القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي ومسؤوليتها في المقام الأول الدفاع عن حدود الإمارات العربية المتحدة وأجوائها ومياهها الإقليمية وغيرها من المناطق الهامة والحساسة ثامنا الجيش السوري القوات المسلحة العربية السورية تتألف من القوات البرية والبحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجو العربية السورية تاسعا الجيش الكويتي تاسعا الجيش الكويتي تأسس الجيش الكويتي في عام 1948 حينما تشكلت قوات الحدود ضمن دائرة الأمن العام القوات المسلحة الكويتية هو القوى النظامية التابعة لدولة الكويت وتتألف من القوى البرية والبحرية والجوية عشرا الجيش الاردني الجيش الاردني تأسس في عام 1 مارس 1956 القوات المسلحة الاردنية هي القوات النظامية المسلحة التابعة للمملكة الاردنية وتتألف من القوات البرية والبحرية وسلاح الجو الملكي الاردني وهكذا أعزائي أنهينا لكم أقوى عشر جيوش في الشرق الأوسط لسنت 20-22 إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا بدعمنا بلايك واشتراك في القناة لكي يصلكم كل ما هو جديد دمتم برعاية الله